اشتركوا في القناة حسنا لنبدأ بالشرح المقدمة ما تعرف الروتين هو يعني عادتك اليومية والطريقة اللي تفعل بها هذه العادات او الاشياء اليومية فلو انت كنت تعمل نفس الشيء في كل صباح فهذا يعني انه انت عندك روتين صباحي عادة صباحية في هذا الفصل او الوحدة من الكتاب سوف تتعلم كيف تكتب بارغراف موضوع عن كيف تستعد ليومك ايش هي الاشياء التي تعملها يوميا ودائما نحن عندنا النموذج ويجب ان نقرأ هذا النموذج ونفهمه وكما اقول دائما قراءتك لهذه النماذج هي التي تكسبك مهارة الكتابة وتطور منها حسن احنا عندنا ريتنج موديل ون وعندنا واحد ثاني فيها طالب يصف ماذا عاداته وروتينه اليومي لنقرأ اولا لدينا العنوان العنوان دائما نضعه في الوسط ويكون متوسط هكذا يعني هذه البارغراف قلنا هذه نسميها الفنيات الكتابة العنوان يأتي في الوسط منتصف هنا ثم يبدأ الموضوع وعندما تبدأ من البداية تترك مسافة فاصلة يسميها انتنتيشن لهذه المساحة ويكون السطر الثاني من هنا من بداية وانت تركت فراغ لكي تشير لانك ستبدأ بارغراف كل تحدث عنه في الشابتر الاول والعنوان دائما عندما تختار عنوانا فيكون يعني مناسب لمحتوى ما تكتب بحيث لما اقرأ انا اتوقع عن ماذا سوف تتحدث ويكون تشويقي يعني ايضا حسب طبعا كل موضوع من السهل بالنسبة لي ان استعد لاستقبال يوم جديد فانا استيقظ في الساعة الثامن والنصف صباحا ثم استعد مباشرة ايبروش مايتيث وفرش اسناني ايووش مايفيس واغسل وجه ايجيت دريست وان كم ماي هير البس ثيابي وامشط شعري ايشيك ماي فون اتفقد هاتفي فور مسيجيز ليش تتفقد تليفونك عشان لو فيما لو وصلني رسائل جديدة ثم اضعه في جيبي صور يعني هذا روتين هذا اسم كثير كلام ما لوداعي ايبوكس واني نوتبوك واني باكباك اضع كتبي ودفاتري وكراساتي في ماذا حقيبتي حقيبة الظهر هذه ايبوكس ايبوكس باي ايت ففتي اللي هي حقيبة المدرسة يعني واغادر غرفتي الساعة ثمانية وخمسين يعني اخذ الموضوع مع عشرين دقيقة ثم أتوجه إلى مركز اللغة في الجامعة فالحصة الأولى تبدأ الساعة التاسعة وتستمر حتى الساعة العاشر والثلاث صباحا بعد هذه الحصة بعدما أن تنتهي الحصة أجد نفسي أو أكون قد جعت أذهب إلى صالة الطعام أو الكفتيريا وأتناول طعام الإفطار مع أصدقائي فهذا هو الروتين الصباحي أو هذا ما أفعله في كل صباح طيب إذا نحدثنا الأخ عن ماذا عن الروتينه ستكون هناك عدة أسئلة وأنا سأضيف من عندي أشياء لكي نستفيد السؤال الأول أما أنه هي الصباحة اللغة في النشارة؟ الطبك مش يعني الطبك السنتينس الطبك سنتينس خير الطبك يعني فحبة و الموضوع عن إيش كله الموضوع عن إيش؟ هنقول عن souvenir 何 روتين شو منقول؟ الجواب هنا What is the topic of the paragraph? بنقول the topic of the paragraph is morning routine أو a student's morning routine يعني روتين الصباحي لدى طالب من الطلاب في العالم هذا هو الموضوع الفكر الرئيسي يعني في الكل ال البراغراف طيب which word describes the writer's morning routine circuit busy ولا easy يقول لي ما هي الكلمة التي تصف روتين الصباحي للكاتب هل هو روتين يعني مزدحم وفيه شغل كثير ولا بسيط busy ولا easy منقول هو لا easy ليش لانه هو قال it is easy for me من البداية قال من هنا اذا الجملة الاولى عادة في البراغرافات لانه حيجينا بالشابتر الثاني نتكلم عن topic sentence topic sentence غير topic يعني ممكن نقول غيرها يعني احنا من جيب topic داخل topic sentence فانا اذا عرفت topic sentence في البراغراف بعرف topic كله لان احيانا العنوان العنوان تستطيع احيانا احيانا ما تستطيع بعض الكتاب يعني يضعون عناوين هكذا مبهمة يعني ولكن كي تكون دقيقا تقرأ الجملة الاولى وفي نمط البراغرافات كله اللي هنا في هذا الكتاب هو دائما الجملة الاولى هي topic sentence topic sentence يعني الجملة اللي ذكرتني الفكر الرئيسي التي سيتحدث عنها الكاتب هذا معنى topic sentence الجملة التي يفهمك الكاتب عن ماذا سيتحدث والtopic sentence تنقسم الى قسمين topic اللي هي هذه الموضوع والجزئية التي سيحدثن فيها عن الموضوع العام يعني الموضوع العام هو التدخين طيب عن ماذا ستحدث عن التدخين والله عن مضار التدخين مش عن زراعة الدخان مثلا مثلا او تجارة الدخان فبكون عندي دائما التوبك اللي هو الموضوع العام والجزئية المعينة لأن البراغراف تناقش جزئية معينة بسموها controlling idea ربما ما بعدين يعني سنفصل فيها ما ما بعد لكن هم مني دائما أنتعرف أن topic sentence يعني الجملة الافتتاحية التي تفتتح فيها باراغرافك لتقدم لنا الموضوع الذي ستتحدث عنه من سميها topic sentence تكون جملة تامة وعادة في كما قلت في هذا النمط من الباراغرافات المستخدم في الكتاب تكون دائما هي وأول جملة ولكن ليس هذا يعني عرف كافة الكتاب لا بعضهم قد يأتي بها الثانية بعضهم الثالثة بعضهم يأتي بها في آخر يعني هذه أساليب ولكن نحن كطلاب يعلمون أنه افتتح باراغرافك دائما بالتوبك سنتنس عشان أعرف أنا من أول جملة لما بقرأها بقرر هل سأستمر ولا ما أستمر والله هل هذا الموضوع يهمني ولا ما يهمني فمن الأول قل لي عن إيش حتتكلم فبتجيب الموضوع تبعك في ما يسمى بالتوبك سنتنس طيب كم يحتاج كم يحتاج 20 دقيقة حتى أو حتى يصل للجامعة هو ثمائم ونص يعني حتى يصل للجامعة يحتاج للنصف الساعة حسنا يعني في أشياء هذه أسألة الفهم ما بدي يجاوب علي هذا أنت بتجاوب علي في أشياء بتهمني أنا يعني أنا أعرفك عنها وأشرح لك إياها مشان أفهمك إيش الغرض الآن يسألني سؤال محدد يقول لي ما هي الكلمات اللي تدل على الزمن التي يستخدمها الكاتب ضعها في الفراغات نيجي هنا على الجملة اللي قال I woke up بعدين قال 8.03 AM I woke up at حرف جر عشان لما تستخدم يعني مع الزمن محدد نستخدم حرف الجر at I leave my room أي ساعة كتب لي I leave my room by 8.50 طيب ليش مش at لأنه at بدقة لكن by يعني بيقول لك قرابة الساعة الثمانية بشان يعرف الفروقات بينهم بعدين my first class start or my first class is from من كذا إلى كذا هذا طبيعي من الساعة الفلانية إلى الساعة يعني from to بيعلمني شوء أنا أعمل يعني مدة بعدين أخيرا D class I am very hungry بعدين شو قل لي after the class or after class I am very ذكرED آقوني اشتركوا في القناة